إيجاد الضجائل التقوية هي ضرورة إن شاء الله نكونوا في المستوى وإن شاء الله ريكون تنوع لسجن مؤسساتي اللي يتبو ملتس التكني المتابعة والمرافقة من خلال مجموعة من الهياكل قامت الدولة بإنشاءها لهذه الغارض على رأسها الحاضنات المواد الإقصادية وفضأ للقاش والتحليل مع مختصين في الاقتصاد لأهم القضايا المتعلقة بالاقتصاد الوطني والتنمية المحلية الموعد الاقتصادي هذا البرنامج برعاية النادي الاقتصادية الجزائرية 11 دقيقة تمر بعد 11 صباحا عبر أمواج إذاعة الجزائر من بومرداز نرحب بكم مستمعي إذاعة الجزائر من بومرداز عبر هذا الفضاء والأثير الإذاعي للحديث عن القضايا الاقتصادية ككل يوم أحد إذن نستقبل معامل البروفيسور أرقوب وعلي البروفيسور في العلوم الاقتصادية وتجارية بجامعة محمد بوغرابي بومرداز للحديث عن موضوع الساعة وموضوع مهم جدا وهو الحديث عن الإلمام بمختلف جوانب الحياة الاقتصادية وتحديات الراهنة التنموية التي تشكل اليوم في قلب البرامج الاقتصادية والسياسية المقترحة من طرف المترشحين للانتخابات الرئاسية المزمعي إجراؤها في السابع سبتمبر المقبل بحول الله وتتواصل مجرية الحملة الانتخابية في يومها الرابع لتعتبر الرئاسية المقبلة قفزة نوعية في الخطاب الاقتصادي للمترشحين إذن أي رهانة تنتظر مترشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية على هذا الصعيد التلموي والاقتصادية خاصة في ما يتعلق برفع القدرة الشرائية للمواطن ودعم الحركة الاقتصادية نستقبل معنا مستمعين متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعية البروفيسور وعلي عرقوب مرحبا بك سيدي شكرا سيد الفاضي الله أرحب بك من جديد وأشكرك على الاستضافة وأرحب بجميع المستمعين أثير إذاعة بومردس شكرا لك أيضا على قبول داوة إذاعة الجزائر من بومردس إذن كما جاء في مقدمة البرنامج ومختلف التساؤلات التي نطرحها اليوم إعلاميا وكذلك من طرف الخباراء السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان ونحن نتحدث عن حملة انتخابية متواصلة إلى غير 20 يوما حول أهم الرهانات التنموية الاقتصادية التي تضمنتها مختلف الخطابات نلاحظ أن هناك حضور لافت الملف الاقتصادي وهو الوعي الذي يتزايد اليوم في مختلف البرامج يعني فيما سبق كانت الترشح للرئاسيات تشقل الشقل السياسي أكثر منه ولكن اليوم هي تحديات اقتصادية تنموية سيدي الفاضي أكيد سيد الفاضي لا يخفي عليك ولا يخفي علينا المستعين الأكارم أن المواطن الجزائري أكثر ما يهمه هو وضعية اقتصادية يعني لا يمكن أن يخلو أي برنامج مترشح سياسي للرئاسيات أو غيرها من الشق الاقتصادي أن الشق الاقتصاد الآن أصبح هو الأولوي الأولى لأي مواطن الزائري وكيف نكسب ونستقطب أصوات المواطنين إلا من نهتم بحياتهم اليومية عندما نتكلم عن حياة اليومية وتحسين المستوى المعيشي ورفع القدرة الشرائية فأكيد أن هنا الشق الاقتصادي هو الذي حسب ما لاحظنا أخذ حصة الأسد سواء في برامج مترشحين ثلاث أو حتى في تصرحتهم لماذا؟ أن المواطن الجزائري الآن صحيح أن الجزائري لديها مواقف دولية ثابتة لديها خطوط سياسية واضحة لكن المواطن الجزائري عندما يتسأل يقول أين أنا من كل هذا؟ وبالتالي أي برنامج سياسي أو برنامج حمل انتخابية يتخل من الشق الاقتصادي سيكون هناك عقم نوع من العقم لماذا؟ أن المواطن الجزائري الآن يبحث عن مكانته في هذا البرنامج الانتخابي ومكانته تتسد من خلال الشقين الشق الاقتصادي والشق الاجتماعي وأكيد بما أننا نتكلم عن الشق الاجتماعي فهو مربوط بشق الاقتصادي خاصة فيما يخص تحسين القدرة الشرائية المواطنة وبالتالي لو طلح سيد الفاضي لأن الأيام الثلاثة الأولى كل مترشحين ثلاث سواء سيد عبد مجيد تببون أو سيد شيريف حساني أو سيد أشيش يوسف تكلموا عن مواضع اقتصادية وتكلموا عن نقطة جبهارية أظن يتقاطعونها فيها برامجهم ثلاث وهي تحسين قدرة الشرائية المواطن نعم أنه لا يمكن التركيز على تحسين القدرة الشرائية للمواطن أنه لا يمكن جذب سواء المواطن أو استخدام مواطن مثلما تعلمين أن الرئاسيات في كل عالم ويستفقت في الجزائر هي أظن هي المحطة الانتخابية الأقل تصويتا مقاتم بالمحليات مقاتم بالتشريعيات وبالتالي حتى نكسب ثقة المواطن وحتى نجل كيف يمكن يعني استخطاب المواطن لذهاب الانتخاب وحتى يعني يكون لدينا مستقية لابد من الكلام عن كل ما يعني المواطن وأول ما يعني المواطن هو الوضع الاقتصادي للبلد أنه مثلما توحيزية الفاضلة أنه البرامج ثلاث يعني أمس طلحت على دزء من البرامج ثلاث كل يعني كلها تتقاطع في نقطتين وهو تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية المحلية كجزء أهم في الاقتصاد وأيضا كجزء أهم الاقتصاد يتعلق مواشد من مواطنه وتحسين القدر الشائية المواطن عندما مثلا نفصل في برامج ثلاث نبدأ ببرنامج سيد رئيس الحالي وهو سيد عمجي التبون الذي طبعا هو برنامجه الحالي الآن هو استمرارية لبرنامجه الأول الذي فيه 54 التزام لا يلتزم فيه 54 التزام أكيد أنه سيد عمجي التبون قد حقق الكثير من الالتزامات ممكن الستين أو سبعين مئة من الالتزامات يعني عنده حوية 13 أو 14 التزام اقتصادي حققها حقق الكثير منها يعني وهذا يحسب له يحسب له وخاصة فيما يخص عدم اللجوء الاستدناء الخارجية الخارجية والحفاظ على القوة الاقتصادية الجزائر محاولة تنويع الاقتصادية الخارج قطاع المحروقات وأظن حقق أرقام لم تحقق من قبل طموح طموح اقتصادي في أن يبلغ 400 مليار دولار يعني في سنة 2026 حتى 2027 ممكن على كأقصى تقدير وأظن الطموح أيضن أدى أو ألقى بنوع من الثقل على البرامج الاقتصادية الأخرى جلس المترشحين الأخرين حيث أصبح يعني أيضا هدفهم الأساسي هو مثل هدف سيد رئيس عبد المجيد تقدون الوصول إلى 400 مليار دولار والتنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات أيضا لو نلاحظ بعض من الإنجازات أيضا سيدة الجمهورية خاصة فيما يخص سكر اقتصادي اجتماعي فيما يتمثل في رفع الأجور رفع الأجور وأيضا استعادة الممتلكات المنهوبة من طرف العصابة وأظن حاليا ما زال هناك العديد ملفات حاليا بتعاون مع إسبانيا يسترجع مثل فندق بتعاون مع 32 دولة أخرى سيتم استرجاع وهو عد كبير سيتم استرجاع الكثير سيتم محاولة استرجاع أنه من الصعب جدا استرجاع حتى توصلت في الأيام الأخيرة سيدي عندما تم استرجاع عديد من الممتلكات أيضا وتم تحويلها أيضا إلى كثير من المؤسسات الوطنية لاستكمال هذه المشاريع يعني كما قلت يعني هو تركيز مباشرة على العديد من اليوم نقول الرهانات الاقتصادية أنه شهدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة يعني ديناميكية اقتصادية سيكون أيضا رهان آخر لتحقيق أو لمواصلة أيضا هذا البرنامج أو كذلك أيضا حتى تحقيق من طرف المترشيحين الآخرين على أنها تكون ذهب نحوه يعني أكثر يعني أنا سأخذ برنامج بداية من برنامج سيد عبد مجد تبون أيس جمهوري الحالي أظن حقق أكثر من 70% من لزماته الاقتصادية صحيح هو أظن الفترة ممكن لماذا لم يحقق بقى المئة أو محقق أكثر من 90% السؤال طبعا مشروع لأي مواطن أنه سيد عبد مجد تبون جاء في فترة صعبة في فترة حارجة أنه عندما نتكلم عن جائحة كورونا جائحة كورونا في سنتين يعني أكثر من سنتين استنزفت يعني خزين دولة كثيرة وكان يعني ممكن تدابر وقائية يعني كانت تدابر وقائية صحية أكبر من يعني أولوية مقاتنة تدابر والجزائر استطاع ترفع تحدي أيضا يعني خلال هذه الفترة بأنها لم تلجأ يعني إلى حتى ذهبنا نحو اكتشاف قدراتنا في تحقيق الاكتفاء ذاتي أيضا أكيد وأظن أن الجزائر تكون مثل ما يقال ربضرات النافعة أكدت أن الجزائر يمكن أن تحقق الاكتفاء ذاتي من خلال العديد من القطاعات خاصة من القطاع الزراع والفلاحي نعم نشاطها في تلك الفترة صحيح حتى لتعويض تعويض الواردات لكن يعني أظن أن تلك الفترة يلأثاث على نسبة الإنجاز وإنما نسبة الإنجاز فهي نسبة جيدة جدا حتى الأوضاء الإقليمية كنت توافق الرئيسي أكيد عندما نتكلم عن الحرب الروسية الأوكرانية ومخان أيضا المشاكل في الشاق الأوسط يعني في قطاع غزة ومختلف عن حتى إقليم الساحل أيضا إقليم الساحل حاليا يعني أزمة في الساحل في الكثير من مواد الجزائر يعني أنه مثل ما تعرف أن الجزائر لديها مواقف سيادية يعني فيما يخص سواء إقليم الساحل أو الصحاء الغربية أو القضية الفرسطين ولا يمكن الفصل يعني بين هاته المواقف أو أرضا القطاع السياسي يعني الإقتصاد الاقتصادي أظن أنه هذا أذر كثيرا وبالتالي لكن مع ذلك مع ذلك تبقى نسبة المحققة نسبة الإلتزام المحققة نسبة جد مقبولة وجد جيدة عندما نقول عن 70% من الإلتزامات الاقتصادية و88% من الإلتزامات الكلية فهذا يعني أشيء إيجابي وبالتالي أنه سيد عبد مجلد تبون قدم هذا الطريق سواء لنفسه أو للمترشحين آخرين لإكمال في نفس الواترة عندما نرى أنه شعار سيد عبد مجلد تبون دائما هو شعار تنمية اقتصادية من أجل الجزائر المنتصرة عندما نقول من الجزائر المنتصرة على كيفة الأصعيدة على كيفة الأصعيدة حسن اقتصاديا أن ينتزل الآن عبد مجلد تبون استطاع رفع الأجور على مرحاتين أو المراحل والآن يسعى إلى رفع الأجور بنسبة 100% في سنة 2017 لديه أن أرقام طموح وهذا الرقم بروفيسوري حيكون تحدي سواء أمام المترشح عبد مجلد تبون أو كذلك أمام المترشحين الأخير يوسف أو شيش أو كذلك سيد فاضح أنا أجيك أني لماذا بدأت بنسل عبد مجلد تبون يكون تحدي لهم كامل يعني سواء بلسبة له هو كرئيس الجمهورية في الفترة الماضية ولكن أيضا أمام المترشحين الأخيرين لكي يحقيقوا هذه الأرقام وأيضا يذهبون لحوى مواصلة هذه مواصلة مسيرة ماذا نطلقنا من برنامج السيد عبد مجلد تبون أنه الأولي البرنامج الأم الذي تنطرق منه برنامج أخرى وبالتالي السيد عبد مجلد تبون كمترشح أمام تحديات كبيرة تحديات تصديرها هنا خاصة الآن أنه معا مثل ما قلت السيد الفضيلة الأزمة الأخيرة في الساحل أيضا ستتقل كهة الميزانية وتتقل جزائر في نفقات أخرى وبالتالي أيضا القدرة الشرائية ومشكلة المضاربة التي قاض على الكثير منها بقانون المضاربة لكن يبقى عدم استقرار أوضاع الدولية ومشكلة التضخم التي تعرفه كل عالم يسرى في قد تزاهر بداية من سنة 2021 بعد جيحة كورونا أصبح الآن تحدي بالنسبة لمترشح أسير عبد المجد تبون لكن هو في 54 سنة التزام مستعد دائما على مواصلة المسايا التي بدأها وعلى نفس الوطيرة وهذا ما يطرح أيضا تحدي المترشحين آخرين هذا سدابي المترشحين آخرين عندما قلت أن المترشح عبد المجد تبون لديه برنامج يعني يدخل بنفس البرنامج القديم وتكميل ومواصلة لكونتوميات مواصلة لبرنامج القديم المترشحين آخرين الآن أمام التحدي أكبر لماذا تحدي أكبر أنه لا بد أن يرفع سقف التحدي أنه برنامج سيد رئيس عبد المجد تبون كان برنامج تاري جدا وبالتالي أظن أنه سيد شيري سيد يعني مترشح شريف سيد شيري حسني لديه برنامج أيضا مستقى أو مستوحة حركة حمس لأنه حركة حمس لديه برنامج مستقى ومستوحة من البرنامج سيد عبد المجد تبون وبما أنه سيد عبد المجد تبون كان وضع 54 التزام سيد شيري شريف حسني وضع 62 التزام منهم منهم التزامات اقتصادية هامة عن رأسها يعني 54 1954 وقت 62 يعني كانت هناك حتى رمزية في اختيار الشعارة وفي اختيار الأرقام يعني حتى نستقى وسمى طبعا سمى شعاره فرصة يعني فرصة يعني كانوا يقول أنه فرصة للمواطن اللي لم تنتخم سيد عبد المجد تبون فأنا أيضا هناك فرصة يعني يعني دي برنامج أيضا تكميلي له آآ هذا البرنامج حسب تصريحاته وحسب ما رأعته عليه من أهم من أهم التزام اليونستين وممكن أهم التزام الاقتصادي وحماية القدرة الشرعية يعني كان صريح في حماية القدرة الشرعية وفي مواصلة أيضا السياسة الاجتماعية التي يلتجو سيد عبد المجد تبون وإذن السياسة الاجتماعية المعروفة بالجوجة للدولة الجزائرية نعم أيضا يعني تكلم كثيرا عن التنمية المحلية كقاتل التنمية المستدامة وأيضا من شعارته كان أيضا نفس الشعارات يعني نفس الشعار الذي كان يعني بدأ فيه سلع مجد تبون هو رقم القتال الاقتصادي أو القتال الاقتصادي والإضاءة الجزائرية يعني بغض نظر المترشحين يعني هي كلها أفاق وتحديات للدولة الجزائرية اليوم لذهب قدما يعني نحو تقيقة سياسة أكيد أنه برنامج انتخاب برنامج حملت حمس يعني فرصة يعني فيها الكثير من تقاطعات الاقتصادية ما حملت سلع مجد تبون وهو من أجل دزائر منتصرة خاصة فيما يخص حماية القدرش إنه حماية القدرش يا سيدة الفاضي اللي أخب عليك ورفع الأجور أصبحت أولوية بالنسبة لأي مترشح كيف أنا أستقطب وأكتسب ثقة المواطن إن تكلمت عن الوضعية جيو بوليتيكة أو جيو سياسية أو لا ماكرويكونومية الاقتصاد الكلي ولم يهمني يعني الاقتصاد الذي يمس بشفى مباشرة بالمواطن إنه المواطن ما يهمه أكثر هو الاقتصاد وتحسين وضعية المعايشية هو الحج من تضخب صحيح لا يخفى على الكثير أنه تضخب الآن أصبح جامح في كل دول والعديد من الدول كما قلت أستاذ أنه تعاني أيضا من انهيار للعملات يعني أكيد ما تكلم عنه أيضا سيد عمجي تبون سابقا قبل أشهر حول رفع قيمة دينار أظن أيضا أكد عليه السيد حسني سيد حسني شريف حول رفع قيمة دينار أنه رفع قيمة دينار أصبح أولوبيا كبرى وحتمية يعني حتمية هي حتمية لو وصلنا بهذه الواتيرة فإن الدينار أصبح الآن من أضاف العملات أظن أنه أكبر تحدي اقتصاد لألف جزائر هو تحديين هو رفع قيمة دينار والذي هو عبر على الآلية هامة ترافقها لابد من تحسين مستوئين تجريد الاقتصاد حتى نصل إلى كيف هامة المستمع الكامير الكريم وأستاذ ما الذي سيضيف نحن نتحدث يعني بكل مرة ارتفاع قيمة الدينار العملة ما الذي سيضيفه للمواطن اليوم يعني في المشهد العام الاقتصادي أكيد أن القوة العملة تقاس بقوة الاختصاد على كل تنيب المياه لأنه مثلا عندما تكرم عن عملة اليابان هي عملة منخفضة لكن في جزائر أظن أنه لا بد أن نعمل على رفع العملة هذا سينعكس على الجزائري خاصا جزائر الذي يسفر يحس بالخفاض العملة لا بد أن مرافعها جزائر مثلا عندما يذهب إلى الحج أو عندما يذهب إلى العمر أو عندما يذهب إلى السفر إلى بادي معين يحس كثيرا من خفاض العملة أبو قاتل رفع العملة أصبح أهم جداً، رفع عملة ليك في وحده، لا بد أن توفر معه أليات إنتاجية، من أن يكون هناك اقتصاد منتج، أنه الرفع الإداية للعملة ليك في وحده، لا بد أن ترفقها مع إنتاج مارين، مع اقتصاد خالق القيمة المضافة، هذا أيضاً ما يسعليه المترشحيات في برامجهم، عندما أيضاً أذاب إلى برنامج مترشح ثالث، يسلوشيش، أيضاً تكلم على هذا، تكلم على اقتصاد منتج، تكلم على تشبيب الاقتصاد الجزائري بما أنه أصغر مترشح، هو أصغر مترشح يعني في جيل ثمانينات، عن جبهة القوى الاشتراكية، عن جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب المعارض، والذي يعطف أيضاً بتوجهته اليسارية، وبتوجهته الديمقراطية أيضاً، يعني أظن ما يميز الحم الانتخابي هذه الجيدة، أنه هناك تيار وطنية، وتيار محافظ إسلامي، وتيار ديمقراطية، يعني متنوعة، وتنوع جزائر، حتى أنه اقتصادياً هناك تقاطوعة كبيرة، يعني أنه في اقتصاد جزائري لا يمكن الإشتياج كثيراً، السياسة اقتصادية جزائ العدلة الاجتماعية، حتى أنها تتقاطى يعني مع الرؤية اليسارية، إذا لا صحة تعبير يعني مع توس اشيش، عندما تكلم يعني اسماته التصريح، تصريح طموح جداً، لابد من أهليات حتى يرافقه، ويعد بشيء أنه سيرفع إلى أجل أجل السميق إلى أربعين ألف دينار، وسيرفع اليرجي أو الضريب بعد دخل إجمالي إلى خمسين ألف دينار فما فوق، يعني حتى يدخل في فحو البرنامج اللي قد تقدم به اشيش عندما أسمع هذا برنامج نموح جداً، لكن لابد أن ترفقه أهليات يعني كيف يمكن تحقيق هذه الواقع؟ في الواقع، أي أنه أتكلم على الكثير من حزب تقريباً أنه ما اشتراكي، تكلم عن كثير من الاشتراكية، وعلى تشبيب تشبيب الإدارة الزائرية، أنه لن يمكن فصل إدارة زائرية أو أنماط سيئة على الاقتصاد، تشبيب الاقتصاد والرقم هنا، في هذه هي تقاطع كثيراً مع المترشحين الأخيرين، لكن عندما سماعت أن تكلم على أربعين ألف وخمسين ألف، فهذا يعني أظن طموح كبير جداً، ولابد له من آليات اقتصادية حتى نحقيقها، يعني أربعين ألف هي ضعف الآن، ضعف عشرين ألف، ضعف سميق الحالي، هو الأرجل الأدنى الحالي، الوطني بروفيسور عرقوب، في هذه الرؤية الشاملة التي تتنا في بداية هذا البرنامج، شفنا تقاطعات لمختلف البرامج التي قدمت من طرف المترشحين الثلاثة في شقها الاقتصادي، كلها تصب في صالحها لخدمة الاقتصاد الوطني، وأيضاً على تحسين القدرة الشرائية للمواطن، هذه التقاطعات أيضاً لتخلينا أننا نتحدث عن ضرورة ذهب نحو تحقيق خاصة أيضاً تنمية محلية، تنمية الاقتصادية في مختلف المجالات، وتنم أيضاً هل تعتقد أنها تنم أيضاً خاصة عن فهم عميق للمجتمع الجزائري من جهة، ولكن أيضاً فهم عميق بتحديات الاقتصاد الوطني اليوم؟ أكيداً المجتمع الجزائري الآن لماذا الآن عند بداية الحصة أقول دي كلام أهم جداً في الفضيلة، وأنه الآن المجتمع الجزائري أصبح يهتم بالاقتصاد، على عكس قبل عشر سنوات، كان المجتمع الجزائري لا يهتم كثيراً بالوضع الاقتصاد، الآن أظن هناك نوع من المعادلة لا على أن الاقتصاد سيكون ساهم في أن يكون مليح أنا أصبح هناك نرج ماتيرويتيا أو نرج للمجتمع الجزائري، نرج اقتصادي ونرج توعوي، أصبح هناك وعي بأهمية الاقتصاد وأهمية تحسين الاقتصاد الوطني وتنوع الاقتصاد الوطني لذلك كل البرامج الآن أصبح تخاطب المواطن بصفة مباشرة، مثلاً مترشح أو أسير وشيش، ركز على التنمية السياحية، المترش حسن في خطابات تركز على التنمية الإيدارية وتنمية الزراعية الفلاحية، المترش حتى ما جاء تبون دائماً يركز على التنمية المستدامة وتنمية المحلية الآن إصبحت الخطابات جلب فرص الاستثمار أيضاً حتى يزيدون السمات الجنبية المباشرة، هذا كلها نركز على المترشحين ثلاثة، لماذا أصبحون سلوكياً يخطبون المجتمع بصفة مباشرة حول برامجهم اقتصادية وحول خطة اقتصادية وحول طموحهم الاقتصادية يعني طموحهم الامبسيون ايكوناميك في ظل التحديات لشالنج أو لديفي الرهينة، الاقتصادية الرهينة المتزيدة طبعاً مع تغيير الوضع الإقليمي ومع عدم استقرار العالمي ومع طبعاً الجوائح التي الجائحات التي الآن متكررة هناك جائحة ممكن ستقدم بعد جائحة كورونا وبالتالي أصبح هناك تحدي أمام المترشحين المترشحين لكن هذا التحدي يعني يبشر بالخدمات، ليس يبشر بالخير، يعني يبشر أن المجتمع الجزائري الآن أصبح أكثر وعي أكثر يعني حرص على تحسين الانتاج والاقتصاد، أكثر اهتمام بالأرقام الاقتصادية من قبل يعني لم نلاحظ المجتمع الجزائري لا يهتم بمختلف مؤشرات الاقتصادية يعني أصبح يعني في كل فرصة سيد عبد مجي تبون في القائمة الصحفة دائماً ما يعطينا أرقام أصبحت الأرقام أكثر مصداقية لو طحية سيدة الفضيلة أصبحت أرقام البنك الجزائري أو البنك الجزائري أكثر قرب من أرقام مؤشرات التي يعطيها كل من أفامي، صندوق النقد الدولي، وكل من يعني هناك أيضاً هنا نحط على الشفافية أيضاً في مختلف يعني هذه الأرقام التي تقدم هذا اليوم على العكس ممكن سنوات سابقة على عكس ممكن قبل كان هناك يعني غموض يعني غموض وتضارب في الأرقام يعني كانت الأرقام مقدمة من طرف الجزائر يعني في وقت العصابة وأرقام مقدمة من طرف الأيات الدولية الكبرى بعيدة جداً لبعد أن أصبح من التقارب سواء في نسبة التضخم، نسبة النمو، حجم الوالدات، حجم الوالدات، حجم الصاديرات، ناتج محلي الخام وأهم نقطة تعطى أنه ممكن للسيدة عميجة تبعون في عدية الأولى أنه استطاع رفع ناتج محلي الخام سواء إجمالياً أو أيضاً خاجة خطاع المحروقات وبتالي هذا التحدي أيضاً الذي المجتمع المدني والمجتمع الجزائي الآن أصبح يضغط على المتراشحين الثلاث في الكمال في هذه الواترة وأيضاً حماية القدر الشرائية في هذه النقطة بذات بروفيسور، هل تعتقد اليوم بما أننا نلاقش أيضاً عن المدى تواجد الخطاب الاقتصادي في مختلف البرامج المقدمة من طرف المتراشحين الثلاثة لرئاسية السابع من سبتمبر هل ترى أنه اليوم التغيرات التي طرأت على الصعيد الوطني دائماً في المجال الاقتصادي وكذلك ما يجري في مختلف دول الجوار وكذلك على تحديات المستوى العالمي هل تعتقد أن الإلمام بالجانب الاقتصادي وتقديم برامج اقتصادية هي الخطة التي يلجأ إليها المترشحون لاستمالة المواطن الجزائري أيضاً لذهاب نحن صناديق الاختراع أكيد مثلما قلنا سيدة الفضيل أنه الآن أول أول ممكن شق يستميل المواطن الجزائري هو مستوها المعيشية عندما عندك المستوى المعيشية وتحسن القدرة الشرائية فهو تكلم على برامج اقتصادي يعني أصبح لبرامج اقتصادية تنموية في كل ولاية عندما أذب إلى ولاية مثلاً لاحظنا زياد كل ولاية لابد أن يكون المترشح برنامج خاص بكل ولاية حسب خصوصيتها إذا كانت ولاية سياحية أو زراعية أو سهبية يعني يتكيف الخطاب على حسب كل ولاية حتى يحس المواطن أنه قريب من المترشح أنه المترشح هذا قريب من المواطن وهنا يستلزم إلى الإلمان بكل جوانب الخصوصيات للولاية هذا أول يعني بكل جوانب خصوصيات الولاية سواء للمترشح في حد ذاته أو حتى ممثيلين عن ناعم حتى مدير حمدين أتخابية أو مثيله أيضاً هذا أول وثانياً حتى أنه يلمع بوضع الجيو السياسي عندما نتكلم مثلاً عن الحرب الروسية أوكرانية ونتكلم على فرصة جزائر أن تكون أول مصدر الغاز لأوروبا عندما نتكلم مثلاً عن فرصة الشراكة مع نيجيريا في الخط العبر البحار نيجيريا نيجيا الجزائر إلى إيطاليا وإسبانيا وفرنسيا وغيرها من دول أوروبية أصبح هناك فرصة لابد المترشح الآن أن يكون ديها هذه الرؤية الاستشرافية مثلاً أشيش يعني لم أقل شعراء شعراء هو رؤية للغد رؤية للغد ممكن أنا أكثر شباباً وغيرها للغد كل الشعارات الثلاث سواء شعار أجل الجزائر المنتصرة أو شعار سيد حسني أيضاً شريف فرصة أو شعار سيد أوشيش رؤية للغد أو رؤية كلها تتقاطع في أنها رؤية استشرافية أو استشراف للغد سواء كفرصة أو كانتصار أو كرؤية وبتالي هنا الشغل الاقتصادي حتى لمستوى الشعارات صحة تعبير فيها في الجنب الاقتصادي هو اللي تغيير لها وكل المترشحين الآن لابد أن يراعوا خصوصية كل ولاية وكل منطقة وإقليم وأيضاً يراعوا الفرص الفرص الاقتصادية لكل إقليم وولاية حتى تكون هناك تنمية محلية متوازنة أو العدلة في تنمية المحلية مثلما تكلم المترشحون الثلاث يعني بدأوا من بدأوا خطاباتهم الاقتصادية من خلال الكلام عن العدلة في تنمية المحلية في تقسيم العادل أيضاً لثروات المختلفة عن الوطن مثلاً مواطنين الجنوب يعني حتى نكون هناك مواطنين الكثيرين مواطنين الجنوب يرون أنه ممكن تنمية في الشمال أكثر من الجنوب يعني ذلك نظر لتبعات سياسات المختلفة القديمة ممكن سياسة القديمة ركزت على الكم الشعبي أو العدد النسمة من المواطنين خمسة مئة مئة من المواطنين في الشمال وبيت الأهمية في الجنوب لكن سيب عما جاء تبون لكن الخزان الاقتصادي اليوم موجود في الجنوب الجزائري سيب عما جاء تبون مؤخراً في عامين الآخرين ممكن نستطيع الرئيس الوحيد الذي قدم استثمارات ضخمة في الجنوب مثلاً غارج بيلات في إيتيندوف وواقع يعني اليوم غارج حديدية حتى مع المناطق الحدودية أيضاً مع موريطانيا وحتى مع دولة ليبيا مع ميجر ومالي والأفاق الاشتراع أيضاً الدول الثلاث ليبيا الجزائر وتونس أيضاً تبدأ التجارة حول المغاردي ما بين جزائر وتونس وأيضاً ليبيا وأيضاً لو تلاحظ أنه فتح السيك الحديدية مؤخراً حتى يفكر مثلاً يفكر العزلة عن سوق هراس وتبسى الولايات الحدودية التي كانت أسف شرية عني من العزلة كبيرة هنا اهتمام بالمناطق النائية أو مناطق الظل واهتمام أيضاً بالصحراء أو الجنوب أهدنا هذا التحدي بالنسبة للمترشحين ثالث سواء بالنسبة للمترشحين تبون في استمرارية أو المترشحين آخرين أيضاً سواء وشيش أو حسني حتى لديهم برامج وأظن أنه لم يكشفوا حتى الآن كل برامجين اقتصادية أكيد أن لديهم برامج فيما يخص تنمية الجنوب والعدلة في تنمية المحلية والعدلة في توزيع حتى في المتابعة أستاذ حتى في المتابعة الأولية نقول أن الحملة الانتخابية متوصلة إلى غير تاشينة يوم إن شاء الله أربعة أيام فقط من البداية ما زلنا في البداية حسب كل مترشحين حسب ما رأيت أنهم لم يكشفوا كل أوراقهم حتى في المتابعة صح التعبير نزلوا إلى الشارع في تجمعات الجوارية تجمعات مباشرة حتى راحوا إلى الأسواق الجوارية وهنا فيها طابع الاجتماعي وفيها طابع الاقتصادي قدرة الشرائية للمواطن هناك اللي كانت الخطابات المباشرة مع المواطني أنه الآن أظن المترشأن يكلم مواطن من منطق الجيب من منطق الجيب يعني منطق الجيب أصبح لا بوش أصبح مهم جدا أصبح هذا يستخدم حتى في الدول المتقدمة عندما نرى دول مثلا متقدمة في أوروبا الكثير المترشأن أصبحون يذهبون إلى سوق الشعبية ويكلمون حول قدرة الشرائية وحول مستوى المعيشة مع المواطن أظن أنه أول مرة في الجزائر أرى مترشيحين يعني بكل شفافية وبكل صراحة يذهبون إلى أسواق الشعبية ويذهبون إلى أسواق الشعبية في مدن جزائرية معروفة كبارة مثلا العاصمة أصبح الآن هذا يدليل أن الشق الاقتصادي وشق القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشة المواطن هو أولوية لهم حتى يكسبوا ثقة المواطن ومصداقيته وولاءه للذهاب إلى الخطاب نخرج قليلا عن اقتصاد في المخيال الشعبي يعني الثقافي الجزائرية الأسواق الشعبية هي ملتقى لتبدل الآراء للنقاش الحقيقة الأسواق الشعبية سيت الفاضل عنه هو منطقة اقتصادية وثقافي أيضا ثقافي من زمان في التراث الشعبي الجزائري دائما اللقاء في الأسواق الأشبوعية تلتقي مثلا كثير من القراء أو الكثير من المدن في منطقة معينة مدن صغيرة حتى يعني إبرم الصفقات والعلاقتة الزواج يعني تبرمين في الأسواق الشعبية مثلا منطقة معينة في منطقة كثيرة كان الزواج يتم صحيح وبالتالي أظن أنه هناك المورف الشعبي هذا جعل من المترشيحين يتقربوا نحو المواطن في أسواق الشعبية أين يكون هناك نوع من اكتظار نوع من التجمعات نوع من ويخلي خصوصية لرئاسية في الجزائر أيضا الانتخابات في الجزائر وبالتالي أظن الشيخ الاقتصاد الآن أصبح أولوية بالنسبة لأي مواطن أنه ليس فقط لدي شبق اقتصادي يعني هناك شخ اقتصادي واجتماعي عندما تكن يعني في خطة متوازين عندما تكن تحسين مستوى المعيشة رفع أجور تحسين أو تحسين الدخل أيضا العدالة في توزيع الدخل هنا تكن من أنشاء الاجتماعي وشفقة اقتصادي وبتلوم الاقتصاد والاجتماع يتماشيين في خطة هناك أيضا العديد من القرارات يعني أيضا بعض البرامج اللي رهي هنا نستنس يعني ما زالها يعني سواء بالنسبة للمترشيح حفظ المجيد تبون في مواصلة مختلف البرامج ولحتى أيضا بالنسبة للمترشيح حساني أو أوشيش أنها أيضا يسعى أيضا لتحقيق هذه البرامج أو القرارات لأنها في الأول والأخير تصبح أيضا في خدمة الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة يعني لو تلاحظي أنه المترشيحين حساني أو أوشيش هم بيصدد يعني بيصدد تنويع أو بيصدد تطوير برنامجهم الانتخابي أنه لا يكشفوا كل أوراقة الانتخابية الأكسي يعني معروف وسيواصل فيه وأظن أنهم سيحسنون برنامج الانتخابي ويستقلون ذلك من خلال التواصل مع المواطنين خاصة في الشكل الاقتصادي عن طرحة الانشغالات مع المواطنين وتواصل مباشر مع المواطنين يعطيب أفكار أفكار اقتصادية عن الإيجابيات والنقائس عن نقاط القوى ونقاط الضعف أظن الآن ناناليز صوتها نستخدمه كثيرا في المناجمات من آدائه في العودة الثانية. طبعاً نحن يعني ممكن على الكثير من متفئلون لأنه سواء فاز سيد عمل جيتبون أو فاز وشيش أو حساني سيكون هناك مواصلة وتحسين في الآداء أنه حقيقةً في ربع سنوات الأخيرة أخيرة هناك تحسن الآداء خاصة في السنة الأخيراتين. أنا لا تكلم عن عام 2021 ممكن كانت ظروف خاصة لكن في عام 2021 و23 وخاصة عام 2014 كانت وثباء نوعية كانت وثباء نوعية في الاقتصاد الجزائري وكان هناك تنويع في الاقتصاد الجزائري وكان هناك صديات خاجة على المحروقات وتحقيق اكتفاء ذاتي في الكثير من الشعب بروفيسور بضافة إلى مختلفاته الإضاحات هنعرف يعني في الدول يعني لعندها تقاليد انتخابية في خاصة في الرئاسيات يعني عريقة تلجأ أو يلجأ المترشحون الخطابات أو للمناظرات يعني المناظرات يعني المناظرات المباشرة وهو الواقع الاقتصادي نعم أنه هو الذي يعيش في البلد يعني ننتظر الأسباب الثانية والثالث يالي من الحملة أكيد وعندما تكون هناك مناظرات أكيد سيركز مواطنين خاصة أنه مثل ما قلنا أن المجتمع جزائري عندما يصل إلى الجيب يعني الجيب الجيب اللو بوش خطاب الجيب وأصبح أكثر وعي بأنه الآن ما يهمني أكثر هو الواقع الاقتصادي في جزائري يعني تحسين مستوى المعيشة بعدها أفكر في الوضع الجيوسي ووضع الجيوسياسي يعني أن أصبح الشق الاقتصادي أكثر هامي من الشق السياسي على الأكس في سنوات ماضية ممكن عندما تكلمت عن عشي سودا أو فيما بعد على تحقيق الأمن على أمن لا الحمد لله الأمن السياسي أو الأمن الأمن الحمد لله الحمد لله هناك أمن يعني يعني لا يختلف إثنان أن الجزائر حتى يعني استرجح السيدة الدبلوماسية يعني الجزائرية اليوم يعني حقت يعني أشوات مليحة ورميه السياسي اقتصادي بحق لكن بقية فقط أنه الخطاب الاقتصادي المباشر الذي يمسجب المواطن ويمس المستوى المعيشة لمواطن أو ما عيش المواطن بصفة المشيرة هو الذي سيحسم سيحسم سيكون سيكون حاسم من خلال الخطاب واقعي المواطن الآن يهتم صحيح هناك عدد من مشاعرات لكنها بدون إنشاعاتها يتميز بالواقعية أكثر واقعية هو الذي سيفوز بالأكثر واقعية خاصة من الاقتصادي هو لا يحسم يعني سيحسم وسيحسم بالسندوق أو بصوات المواطنين أو أغلبية صوات المواطنين لماذا؟ أن المواطن يعرف الآن الجزائر أصبح لديه نوع من الخبرة الاقتصادية أو التمييز الاقتصادي يعرف واقع السوق وواقع المستوى المعيشة في الجزائر وأين نقاط القوى ونقاط الضعف ومن خلال استماع البرامج يمكن أن يميز من هو البرنامج أكثر واقعية وأكثر صلاحا إفادة المصح العامة في الجزائر وحتى هذا الخطاب الاقتصادي يكون تضمنها مختلف البرامج سياسية والاقتصادية ليعرضها المترشحون حتكون أيضا محط أنظار لمختلف المستثمين الأجانب اليوم نعرف المترشح مجيد تبول كرئيس أيضا كان نعطى الكثير من الامتيازات للمستثمين الأجانب وقانون الاستثمار استقرار مهم جدا في قانون الاستثمار سيدي الكريم اليوم حتى المستثمين الأجانب يكونوا يتابعوا هذه الخطوات التي تقدم عليها الجزائر المستثمين الأجانب أظن في وقت العصابة، في وقت كبير في وقت سنوات طويلة سنوات طويلة في الجزائر، حرموا من السنوات الجزائر بسبب عدة قوانين ممكن موجحها في حقهم لكن الآن أظن أن سلاح مجلد البون فتح لهم بب استثمار بخير إصلاحات في قانون الاستثمار، إصلاحات اقتصادية وإدارية وقانونية خاصة في الشخص القانوني بمثابة ضمانات الاستثمار في الجزائر الآن هم يهموهم هل هناك استمرارية في هذا القط؟ نتخل في المترشحين الآخرين، وأنا كده أن سلاح المجدون سيستمر في هذا الناج لكن هل سيستمعون؟ سيستمعون باهتمام؟ أولا ما هو الجديد الذي سيقدم إضافة سلاح مجلد البون، والثاني ما هو الجديد الذي سيأتي به المترشحين الآخرين سواء سلوشيش أو سلوشيش أو سلوحساني، هل هناك ممكن أفاقية أخرى، هل هناك استراتيجية أخرى؟ أن المستثمر الأجنبي أيضاً يهتم هو حوار غانيون غانيون رابح رابح، ما الذي سيستفيد؟ مثل أن المواطني هتم بالجيب، أن المستثمر يهتم بالربح، أو البخوفي، خطاب مستمر وبالتالي أظن أن المترشح الثلاث لديهم خبرة، حسب نقاط السيلي، حتى المترشح أصغرهم لديهم خبرة في السياسة، وكان حمود الحمين تيخبية، لديهم خبرة حتى أنه تتدرجين في المراصب في حزب جبال خوايج تغراكية، الففس، يعني الثلاث لا يخفى عليهم أنه لابد عليهم التركيز على الاستثمار، وتركيز على ملف الاستثمار، وملفهام في الاقتصاد، وخطاب لمباشر الموجهة المستثمر الأجنبي، وحتى المستثمر المحلي، والثقاف المستثمر المحلي، الذي سيوظف أمواله في السماعات عديدة، وبالتالي أظن أن الحوار الاقتصادي الذي سيكون في المناظرات سيكون هام جداً وفاصل، سواء بالنسبة لمواطن، أو بالنسبة لي فيما يخص الاستثمار المحلي، الجزائر الذي سيصوت، أو المصبب الأجنبي الذي مهتم بالاستثمار في الجزائر، أيضاً نلاحظ أنه أعداد ملفات لأنه يجب أن أجد أن ملفات الكثيرة، ملفات الصناعة، ملفات الزراعة والسياحة، ستطرح، سواء نقاط الكوة أو نقاط الضعف، ما حقناه في سنوات الأخيرة في المجال الزراعي وفلاحي، وفي المجال أيضاً الصناعي والسياحي، تطويقها على سياحة، أكيد سينافظ تداركها وكذلك نقاط القوة سيتم أن تدعيمها خاصة بعض الصناعات التي الآن لابد من تبعثها مثلا مشكلة السيارات مشكلة يعني مشكلة صناعة السيارات في الجزائر مشكلة التطور الصياحة في الجزائر ممكن نقاط الضعف هناك بعض العراقي لو نقاط الضعف كما سميتها أستاذ أنه سيتم تداركها من طرف المترشيح الثالث أو نقاط القوة أيضا يجب تعزيزها أيضا والمضي لحوال أنه السيارة المجتمون سيركز كثيرا على تعزيز نقاط القوة التي حققها والاستمار في سياسة الواضحة جدا سياسة الاجتماعية، سياسة طرف الأجور، محاولة الكبح من تضخم بالنسبة لمترشيح الآخرين أيضا سيركزون على بعض نقاط الضعف لتعزيزها أو بعض نقاط الضعف وهي تنافس في الأول والآخر هي منافسة مثلا في بعض المشاكل في الصناعة، في بعض المشاكل في تطوير القطاع السياحي في الجزائر وبالتالي سيكون هناك منافسة نزيهة طبعا في إطار القانون منافسة نزيهة لكل برنامج وأكيد أنه من يحسم سيكون يتميز بالواقعية الواقعية أهم شيء لا يمكن وعد المواطنين بأمور غير واقعية أستاذ ربما كي نختم هذا الموضوع المهم جدا وأيضا عنده تجذبات مختلفة كأستاذ أيضا أكاديمي وكذلك أيضا مطالب شؤون الاقتصادية وحتى أيضا السياسية سواء في الجزائر أو أيضا في الجيوسياسية كما قلت اليوم كي نصيغ مختلف هذه البرامج في أي برنامج لمترشح هنعرفوا اليوم الجزائر من خلال المترشحين الثلاث فيما سبق يعني كان في كل مرة نتحدث عن الجانب الأمني نتحدث عن الجانب السياسي أكثر ولكن اليوم هل تعتقد أن المترشحين الثلاث يعتمدون على خبراء أو نظرات لرؤى لخبراء اقتصاديين متابعين لشأن المالي والاقتصادي في الجزائر لصياغات مختلفة البرامج؟ أكيد سيدة الفضلية مهم جدا يعني هذا النقطة مهم جدا الاقتصاد الآن الاقتصاد ليس مثل السابق الاقتصاد أصبح أكثر تفرع وأصبح علم من الصعب جدا الإمان به وبالتالي أنا متأكد أن كل المترشحين الثلاث لأنهم في ثلاث هم يعني رجل سياسة يعني هم رجل سياسة طبعا رجل سياسة ولو أنه المترشح يعني بجي تبونا دي غنواء خبراء اقتصادية أنه يخرج لنا وعني لوبسيون الفينانسي يعني بالتالي أنه أيضا سنوات طويلة يعني وفية لكن يعني والسيدة حسني حقوقي أكثر منه اقتصادي حقوقي وأحتنا أشيش أرجو سياسة أكثر منه علم سياسي وأخرجوا علم سياسي وعلاقة دولية يعني الثلاث يحتاجون إلى مستشارين يعني البروفايل للمترشحين لازمهم يعني ولو أن المترشح بجي تبونا بكل موضوعية بروفايل أكثر اقتصادي من المترشحين آخرين بحكم الخبرة وبحكم التخصص أيضا لكن المترشحين الثلاث يحتاجون إلى دي كونسيه ومستشارين اقتصاديين عندما نتكلم مستشارين اقتصاديين ليس مستشار واحد فقط أنه اقتصاد متنوع يا من خبرا في المالية الدولية عندما تكون خبرء في البوصة وخبرء في المالي الدولية عندما تكلم عن حصيل المستوى المعيشة يرجعون في الميكروك اقتصاد الجزئي وثلان هذا الخبراء يدعمون بح~!! عندما تكلم عن الجيوبوليتيك أنها تكون خبراء وأقتصاد في الدبلوماسية الاقتصادية في استشراف اقتصادي في استشراف فرصة اقتصادية كيف استشراف الفرصة أن هناك حرب بين روسيا ووكرانيا في أن يكون أول مصدر أو مصدر هام جدا للغاز لأوروبا وكيف ذلك في تعاون مثلا مع دول إفريقية في اختحام السوق الإفريقي الوروج إلى السوق الإفريقي في أيضا التعامل مع المشكل الأمني في مالي هناك شق اقتصادي لأنه حدود الشيء اقتصادي في مثلا تعامل مع الضغوط في بعض الدول اقتصادي يعني هذي تخصوصات تقصوصات يخصوصات اقتصادية خاصة مثلا أنا عندما أقول ديماوماتي اقتصادي ومصدر اقتصادي مثلا في تعاون مثلا مع نيجيريا فيما يخص أنبوب والغاز في تعاون مثلا مع دول أوروبية في فتح شراكات أخرى ليس فقط مع دول جوانه عندما تكلم دول جوان إيطاليا أو إسبانيا وفرنسا يمكن أن نفتح شركات أخرى مع دول أوروبا القوية مثل ألمانيا وبريطانيا مثلا يعني مهم جدا موجود مختلف المستشارين يعني في مختلف التخصص الاقتصادية أعدون أنه ليس فقط في الجزائرة في كل رؤساء العالم وكل مرشحين الرئاسيات أو رؤساء الوزراء في دول لديها نظام ملكي مثل بريطانيا لديهم خبارة ومستشارين اقتصادية لسياغة مختلفة هي البرامج لكي يكون أكثر ثقة المترشح عندما يلتقي بالموطنين بالمختلف الجمعي في تجمعات أو سواء أيضا في الخطابات المباشرة عبر قنوات وسائل الإعلام لا بد أن يكون معزز بهذه الخطابات معزز بمثال معطية دقيقة معزز برؤية استشارات هنا لغة الأرقام تعطي أكثر واقعية لمختلف هذه البرامج الشعب دازيري بلغ درج من الوعي أصبح أن يصدق بالأرقام أرقام هي المؤشيات التي يأخذ بها ولا يأخذ فقط بلغة الخشب زمان زمان قبل عشر سنوات أو خمسة سنة كانت هناك لغة الخشب يعني الآن يؤمن بالملموس يعطي بالملموس يعطي الواقع يعطي الأرقام مدحق التنمية أيضا بالتالي أظن أنه الآن أصبح التحدي صعب جدا على المترشحين ثلاثة ثاني ألقي تحدي على كهر المترشحات أنه إرضاء المواطن الدزيري اقتصادياً أنه يصبح سهل ليس مثل الزمان أنه المواطن الدزيري يقول لك أن يعني مستوى الوعي أصبح يعني ارتقى وارتفع لدرجة يعني يطالب بمختلف الحقوق الواجبات أيضاً أصبح الأغلبية متعلمين وخيج الجامعات والشباب الآن أصبح أكثر بهم سبعين مئة شباب وبالتالي الخطاب نحو المواطن ليس خطاب مثل أن الخطاب أمني أظن أصبح جوزة والزمن أن الخطاب الاقتصادي بناء الخطاب الاقتصادي بناء من خلال واقعية الاقتصادية ومن خلال مؤشرات أو أهداف أيضاً وأيضاً لعندها تقاليد في هذا المجل بروفيسور شكراً جزيلاً لك على كل هذه التفاصيل والإضاحات وأنا سعي جداً معكم وأيضاً أهيب المواطنين أن يكونوا أكثر واعي وأن شاء الله أن يتعاملوا مع الموعد الانتخابي بروح مواطنة بروح مواطنة أن كل جزائيين معني بالانتخاب وأن يكونوا أكثر أيضاً أكثر واعي وأن يختاروا المترشح النسب من خلاب رؤيتهم الناضجة لديها ثقة في نرج المستمع الجزائري ومن خلال أن يحسموا قرارهم من خلال الواقعية خاصة الواقعية الاقتصادية شكراً جزيلاً لكل هذه الكلمات سيدي الكريم إذن على مدار يعيشينا يوماً ستستغرقها الحملة والانتخابية سيامل المترشحون على محاولة إقناع المواطنين وكسب ثقتهم خاصة أن المواطن اليوم أصبح وما يهمه أكثر هو الجانب الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشية في ظل الكثير من التحديات الوطنية وكذلك الإقليمية تقييم دقيق للوضع الاقتصادي للبلاد وفهم عميق للتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها من خلال الرؤى الاقتصادية والتلموية الشاملة كان موضوعنا لنهار اليوم في الموعد الاقتصادي سعدت كثيراً بتقديمه لكم أنا طاوس أكلال رفقة البروفيسور عرقوب ولي بكلية العلم الاقتصادية والتجارية بجمعات محمد بوغرة بيبو مرداز كان العائد التقنية نوردين فارس وفي إخلاج البرنامج محمد أمين برامان إلى اللقاء محمد أمين برامان محمد أمين برامان محمد أمين برامان ترجمة نانسي قنقر